بتجرجر الواحد أنت لأصص ما بدي يحكيها يا خيي واصل أمريكي غير مباشر مع حزب الله أكيد أكيد تطلع هي زيتها نسخة طبق الأصل اللي تطبقت بفلسطين صطفة مع ابتسامة بتصير أنك بتعرف مش بتعرف مرسيداني الإسرائيلي أخذ قرار ميم ما عمل شو ما عمل بد يردع حزب الله يناشد السيد حسن ناصر الله تدخل بالمعركة لم نعد نحتمل بده ببل شتي صوريخ بتشف سر عمله الرئيس بالريكم تداد للقوات دعا أنا كنت ناطي للمقابة اللي من زمان اللي فيش خلقي قد ما فيه قصصك حابب يسألك عنه أشياء أنا بعرفها والناس ما بيعرفوها يكيلت بتحكم فيك اليوم قدام الكاميرات طلع لنا حدث كتير كبير هو سرق الأضواء هو اللي عم بيحصل بغزة فأكيد رح نحكي أمور بالسياسة وبالخاصة شوي بس رح يكوني بسيطر على الحديث موضوع غزة في حرب بلبنان رح نفود بهذا الطوفان أو لا رح نظل حيادين أول شي للمشاهدين داني حداد حايص باللبناني من وقت حلقة زميلتنا منع أبو حمزي هون بالأم تيفي ليفوت على أسرار والأغوار الشخصية وكنت عم جرب أهرب كل الوقت وقشت الحرب وهلأ بعتقد حشتك معك مش بس حشتي معي أنت كمان رح تستحيع دمك شوي ومش رح تفوت بالموضوع رح تنتهي الحرب يوم المرة بدأ تخلص لا بدأ تخلص وبدون ينتصروا الفلسطينيين متل ما دايما بيكتب التاريخ ولا مرة كان الجلاد بيربح بالآخر حتى يسوع المسيح يوم اللي أخدوه على درب الجلجلة اعتقدوا أنه خلصوا منه لكن اكتشفوا أنه لا حقيقته هي اللي انتصرت وهيك ذات المشهد بفلسطين وذات المشهد عشناي بلبنان وذات المشهد عشو أمم من قبلنا وأمم من بعدنا وعقولة جبران خليل جبران هيك بصورة كتير حلوة بيقول نزل الحق والباطل على البحر لا يتسبحوا ترك الحق تيابه وعشطه فاب بالماء إجا الباطل لبسي تياب الحق ودار بين الناس صار يقول أنا الحق اتبعوني للباطل البتياب الحق صار حق وللحق البلد تياب صار باطل فلسطين هي الحق وأحلى شي صار يمكن بالمشهد الإعلامي اللبناني تقريبا الشاشات اللبنانية متك أنه في نشرة توجهية واحدة بالرغم الحقيقة مش هيك نحن من نقصهم مع كل شي حتى وقت من نشجع رياضة من نقصهم لأقصى حدود الانقسام لا اليوم الحمد لله في مشهد جامع لا مش مية بالمية بس أنه في مشهد حقيقة جامع وفي تعاطف جامع من كل اللبنانيين مع الشعب الفلسطيني المظلوم ونريح الحرب ورح نفوت فيها ونحمل الحرب في لبنان المشكلة أنه هاي الأسئلة بدأ مقدمات قبل من نوصل للإجابة ورح كون هيك صادق معك كنت عم بحكي مع أحد الأصدقاء الإخوان بحزب الله قلت له كل عشر أسمي اسمه وأوساد لا لا المرة مش هو قلت له كل عشر اتصالات عم يوصلوني إذا في حرب أو لا بالذات من الصحافة الأجنبية ومن بعض الشخصيات اللي أنت بالعادي ما في تواصل إنتي وإياها بتصير عم تحذر إذا هني أسئلة خوف وألأ عليك وعالوضع ولا هني أسئلة استخباراتية لأنه العدو الإسرائيلي اليوم عم بيدور جد على كل تفصيل ومبارح وصل عشرات الرسائل عبر الواتساب لبعض الجنوبيين الناس العاديين يسألون طمنونا من أرأة ما بيعرفون في شي عنكم في تحركات وبالتالي عم كون حذر بكل كلمة عم بحكيها لأني بعرف مش بس أنا أي data بتنحط في العموم هي ذهب إلى التحليل عند العدو الإسرائيلي وأنا بيزم لك أنه كل يلي بيطلعوا على الهوى بيحكوا مني وزر نحن ما بنعرف الأسرار العسكرية لأنه حتى بحزب الله اليوم الوزراء والنواب كمان مثلنا مثلهم بنسمع نشرة الأخبار الجسم العسكري منفصل تماما عن الجسم السياسي في حزب الله ولهيك قدر حزب الله يخفف قد ما فيه طول تجربته من اختراقات في الموضوع العسكري بس بيبين نفس أنه فيه حماسة للفوت بالحقار لا ما هي إلى علاقة إذا بدك بالحسابات جوه وبرا يعني إذا بتتابع الإعلام العبري بتاخد فكرة وإذا بتتابع المجريات لأمور هون بتاخد فكرة رح بق فوت وجاوه مش رح أهرب لكن نعم فيه حدين لازم ينتبهون المشاهدين اللي بيطلع بيقلك إنني أعلم سوف يحصل كذا وكذا شو بدك فيه دليت يعني ما تضيع وقتك على منه الناس يمكن بيحبوا يحضروا هالخبرية واللي بيجي بيقلك سجل عندك هي معلوماتي كمان شو بدك فيه بالسياسي ما بدك فيه ناس عندهم معلومات لكن بالعسكر المعلومات دقيقة واليوم المعلومات مباحة أكثر من الجانب الإسرائيلي منها من الجانب اللبناني هل سيدخل حزب الله في الحرب سؤال يلي نعم عم بيسألون نوعية من الناس ناس لأنه بدون يعرفوا حالهم والراحين وناس لأنهم بدون يخبروا الإسرائيلي حصل أو فتحت عدة قنوات دبلوماسية وأمنية وعسكرية مع حزب الله يعني لكون مباشر مش بس بهذا الحدث حتى يوم اللي تم إطلاق صواريخ فلسطينية على جنوب لبنان من أشهر تغري السفارة الأمريكية السفيرة بتفتح قنوات التواصل مندوب السي آي آي بيحكي مع أجهزة أمنية لبنانية ليفتح مندوب التواصل مع حزب الله طبعاً هلأ وقت اللي بيجوا بيحكوا هواصل أمريكي غير مباشر مع حزب الله أكيد أكيد وقت اللي بيجوا يسألوا الأجهزة الأمنية اللبنانية أو السياسيين اللبنانيين وبعد شوية من فوق بالتفاصيل ما بيكون عم بيقولوا شو شعورك أو شو رأيك يعني هيدا منه بودكاست على الهوى مش هيك لا هيدا قصة دقيقة أكتر على المستوى السياسي ما نصر السفيرة شيئة حكيب مع الرئيس بري وحكيب مع غير الرئيس بري كمان على الهامش أيضا المصريين فتحوا قناة التواصل الفرنسيين فتحوا قناة التواصل اللي هي أساسا مفتوحة ومفعلة بالسياسي تفعلت هذه مرة في العسكر ومسؤولين أمنيين لبنانيين من أجهزة أمنية لبنانية يعني مش هيكتار أربعة يعني هين تعرف مين حكيب معهم أجهزة أمنية أمريكانية على رأس السي آي آي ليسألوا أنه حزب الله وين رايح كل هول الناس سياسيين وعسكريين وأمنيين ودبلوماسيين وأعلاميين لأنه بعض وصائل الأعلام الأمريكية معنا ومع غيرنا بيجوا بيسألوك وين رايحين هني كمان يمكن يكونوا عم بودوا هالسؤال لمطرح تاني حزب الله التزم الصمت عشية السبت وما جاوب على واحدة من هول الرسائل لأحد الساعة سبعة الصبح إجا الجواب بالميدان دخل حزب الله إلى المعركة بقواعد الاشتباك السابقة المعمول فيها من 2006 فوجئ بما حصل واستهدف لا مهني واحدة واحدة مهني في عندك السبت عندك الأحد الفوجئ بالعملية عملية الطفان الأقصى شوف هذه العملية بدأ على القليلة 20 سنة تنعرف أسرار لتطلع أسرارها وتفاصيلها لكن إذا بتحب هلأ هيك تعرب بالبرنامج قسما سنعبر بعتقد كان اسم المناورة اللي نفذها حزب الله من أسابيع أو من أشهر تطلع هي زيتها نسخة طبق الأصل اللي تطبقت بفلسطين هلأ يمكن كون صدفة ما بعرف بس منو مش هلقض الصدف ومنوصر صدفة مع ابتسامة بتصير أنك بتعرف مرسي داني عمعب لك عم ترجم لك تعبير وجهك فكل جواب الساعة سبعة الصباح رد حزب الله وهون القراءة الأولية كانت قراءة خاطئة حتى عند المراقبين الإسرائيليين حزب الله ينغمس في الحرب لا مش مظبوط حزب الله عمل رسالة مزدوجة أولاً لا يقول للفلسطينيين والغازيين نحن جاهزين وحضرين وقت تنزركوا بالمعركة سنكون موجودين وعم نطور هذا التدخل ولا يقول للإسرائيليين نحن ملتزمون حتى هذه الساعة في قواعد الاشتباك شو يعني قواعد الاشتباك لأنه عم بيسمعوها كتير الناس قواعد الاشتباك هي عمليات محدودة داخل مزارع شبعة بيستهدف حزب الله كم شوفوا هلا هلأ؟ بيستهدف حزب الله مراكز ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة برد الإسرائيلي هلأ وقت الإسرائيلي بيغتال مجاهدين سواء بسوريا أو بلبنان أو بيوسع رقعة الاشتباك حزب الله بيطلع من مزارع شبعة وبيوسع رقعة الاشتباك ساعة صار كل لبنان عرضة للقصر لا ما هو هذا صار ما هي ثلاث مراحل المرحلة الأولى مزارع شبعة ومواقع داخل أراضي اللبنانية المحتلة مع تلالك فرشوبة المرحلة الثانية أنك توسع رقعة الاشتباك ضمن الجبهة الجنوبية أو إذا بدك داخل الشريط الألف وسبعمية وواحد والمرحلة الثالثة لا سمح الله هي المرحلة اللي بيكون لبنان كله مشترك فيها اشت الرسالة لرجعت من أرد بطريقة واضحة حصل أمر ما هو دخول بعتقد الجهاد الإسلامي كانوا بأول عملية دخلوا الجهاد الإسلامي نفذوا عملية تسدلوا لأربع مقاتلين رجع واحد منهم استشهد ثلاثة نصاب سبعة عند الإسرائيل بس هي بتصير بدون أبيت باط من حزب الله؟ إجا الإسرائيلي شي يقول إجا يقول حجاوب هيدا السؤال إجا الإسرائيلي يقول إنه هيدا أب بباب من الحزب وأنا مش رح أقبل في هذه المعادلة واللي بدي أقوله مع حضرتك الجديد إنه القنوات اللي كانت عم تحكي مع حزب الله أدخلت عبارة جديدة أو أدخلت قاعدة جديدة في الحوار أنه أي استهداف من قبل الفلسطينيين رح نحمل المسؤولية للجانب اللبناني لحزب الله وبلغت السفير الأمريكي رئيس الحكومة نجيب مئاته بهذه الرسالة أنه أنتوا بتتحملوا هذه المسؤولية بل تواصلت السفير الأمريكي والمسؤولين العسكريين والأمنيين في السفارة مع قيادة الجيش اللبناني وبلغوهن أنه ما حدا يخبرنا أنه الفلسطينيين بيتحمل لبنان وحزب الله هذه المسؤولية وهلأ النقاش إذا بدك خلف الكواليس يعني في مشكلة عم يحمى خلف الكواليس سياسة وأمنة أنه الفلسطينيين اللي بيطلعوا بنفذوا العمليات كيف منتعاطى معهم إجا موقف جبران باسيل ليساند فكرة أنه اللي سماها هو فتح لان وبالتالي نعم الآن استزداني خلف الكواليس سواء الدبلوماسية مع الجانب اللبناني أو حتى في المطبخ السياسي اللبناني في نقاش في كيفية تعاطى مع الفلسطينيين اللي عم بيطلعوا وهون في رأيين في رأي عم بيقول أنه هالعمل أعمليات المحدودة للمنظمة تقريبا من منظمة أو شبه منظمة هي بتكون أهيا من أنك تفلت المخيمات وبالتالي تكون اللعبة مفتوحة النقاش يجري الآن بعد أن تلقى لبنان تهديدا رسميا من السفار الأمريكي بتحميل لبنان مسؤوليات وتبعيات أي عملية فلسطينية هل يضبط هذا الأمر مئة بالمئة ويقمع وبالتالي إذا أنت قمعت ورح الناس تتصرف بمزاجة وتفتح مطرح مية قادرة تفتح مع الإشارة لأنه أغلب مخيمات فلسطينية هي موجودة بالجنوب بس مين بيقمع وما بيقمع حزب الله لا الجيش هيدا القصة الجيش بدي تعاطى فيها الجيش فيه يفتح الجيش فيه يفتح النافة دي نحن هنا في عنا حلان أو سيناريو هان سيناريو الأول تفتح له النافذة مضبوطة يطلعوا ينفذوا عمليات محددة هون حزب الله فيه يلعب هيدا الدور سيناريو الثاني إنك تقمع وتشدد على المخيمات هيدا بيعملوا الجيش اللبناني لكن هيدا مين قال إنه بيزبط مية يعني اللي صار في عملية الجيهات كان فتحوا نفذة حزب الله رح أرجع أي شي بلشت فيه في العسكر لا يوجد لدي معلومات لكن أنا في قراءتي بكل شجاعة بكل جرأة في تحليل الشخصي أنه لا يستطيع مقاتلون أن يصلوا إلى الجنوب وينفذوا هذه العملية المضبوطة على القليل دون غض نظر من حزب الله لأن حزب الله شو بلغ الأمريكيين من إلى على نحن لسنا حرس حدود عند إسرائيل وبالتالي وقتل منشوف فصيل رايح ينفذ عملية على إسرائيل مش شغلتنا لنوقفه ولنرده ولنحد من حركته صحيح أنه رئيس برري طمئن السفيرة الأمريكية أنه لا حزب الله ما رح يوسع أولا رئيس برري ما أنه مرسال رئيس برري شريك والأمريكيين حكيوا مع مئة شخص لكن كل هون التسعة وتسعين كنوا عم يقولون لهم خيروا حول الرئيس برري لأنه الرئيس برري شريك ليس مع حزب الله حسب فل في المقاومة أيضا وبالتالي اللي صار هو على الشكل التالي السفيرة الأمريكية ما هي الرسائل انتقلت ثلاثة أنماط النمط الأول استفسار هل سيتدخل حزب الله النمط الثاني إياكم أن يتدخل حزب الله النمط الثالث ماذا عن الفلسطينيين ويجب قمع الفلسطينيين وبالتالي التواصل ما هو التواصل مفتوح هلأ شايف الرئيس برري مرة قدام الكاميرا بس مستشارين الرئيس برري أو أحب مستشارين الرئيس برري أطمع على مدار الساعة كان جواب الرئيس برري هيا وسهل وبسيط روحوا ضبطوا الإسرائيلي المشكلة عند الإسرائيلي مش المشكلة عندنا بس تضبط الإسرائيلي وتوقف بوجه مجازروا اللي عمير تكبابي غزلة حال رح تخلص القصة هلأ بطل بطل سر ونحن يمكن غردناها قلنا أنه حزب الله فاتح حسابين واحد دولار وواحد فريش فريش الحساب الفريش اللي إله علاقة بالعملية الإسرائيلية اللي نفذها أنه أنت إجت إسرائيلي اغتلت ثلاث مجاهدين من حزب الله أنا رديت عليك بعملية بالصوت والصورة ومعلي هيك لو بدي أقوله على الهوى قبل العملية كنت سهران أنا وصديقنا فيصل أفندي كرامي ومجموعة أصدقاء يعني موجودين أحيا كلهم الحمد لله لأنه في بعض الديوف كل شهودهم أمواد يعني بدك تروح على المقبرة لتسأل عنهم أكد من الخبرية قلت له أنا قال شو بدي يصير قلت له رأيي الشخصية وأكيد ما عندي معلومة بد يرد بد يقتل وبد يعمل فيديو بالصوت والصورة هلأتين يوم رد وصور وعمل فيديو رفتشو وبتاعناعهم للشباب اللي قيانوا إنه ما كنت بتعريهم بس ما هي بتصير أنت بتقرأ نمط نمط حزب الله طريقة حزب الله ما كل صانع بتعرفهم بس كمان هون بهالقصة إنه نحكي عن استشهاد ثلاث مقراتلين بحزب الله أول شي نحكي عن ستة وسبعة ثلاثين صاروا ثلاثة ليك ما بيصحي حزب الله إنه شيعوا وقت اللي بيستشدوا ثلاثين في لبنان ما في سر يعني هلأ إذا واحد ميت بحاد السير بآخر ضيعة في لبنان بعد ربع ساعة إلا ما يطلع عندك واحد بالضيعة يبعط عقروب خليته إنه فلان ميت بحاد السير كأنه بمطرح الحزب عم بيبينه هو عم بشوية عم بيوطي لا لا عم بيخفف الأمور رح يكون واضح يعني بي رح نحكي مثلا عن تسلل غير رجل طالع حزب الله أو مصادر قريب منه إذا حزب الله عمل اثنين أكاونت واحد سمينا فريش عالطريقة اللبنانية وعم بيقضوا للإسرائيلي بتضرب لي برج بتضرب لك برج أو ألية بتنسف لي موقع بتنسف لك موقع بتقتل بقتل وسكر هيدا لحساب وإذا بترائب بيانات حزب الله لثلاث يعني شيلهم للبيانات الرد الأولي مش هيك رد على عملية استهداف الأبراج الرد الحازم وكتير سهل تفهم طريقة عمل حزب الله هي في بياناته العسكرية والعبارات لأنه أنا في أكد لك أنه كل عبارة بتخب معهم ساعات ليناقشوا فيها أنه منستعمل هيدا أو منستعمل هيدا إذن الرد الأولي رد على استهداف الأبراج باستهداف ألية والرد الحازم وبالتالي سكر الفريش أكاونت وهذا فيه يفتح بأي لحظة لأنه نحن هلأ قاعدين يمكن ما بعرف حدا من هالقرى الجنوبية يطلع يجيب رشاش يرش صوب إسرائيل يقتله اتنين ثلاثة الإسرائيل يأخذ قرار مين ما عمل شو ما نعمل بد يرد على حزب الله حيرد على حزب الله حيكون مشبور حزب الله يرد إذن الحساب هيدا تسكر لكن بعده برأيي واقف مثل ما عم نقول دايما على صوص ونقطة الحساب الثاني الكبير ما له علاقة بحزب الله لوحده له علاقة بلبنان وبالسوريا وبالحشد بالعراق وبالحوثيين باليمن باليمن وبال حتى ببعض الجهات الأردنية اللي طلعت التداهرات والجمعة رح تشوف تداهرات أكبر وأكبر وأكبر وصولا لإيران ومبارح هذا انتبهت لبوتين فات بشكل أو بآخر على اللعبة وقال لحكي عن المدمرة الأمريكية وقال لهم إذا جايين تخوفوا اللبنانيين هو ما بيخوفوا وبالتالي كمان عم بفوت على اللعبة بشكل أو بآخر على القليلة بالفيت وهو والصيني بمجلس الأمن وبالتالي هذا الحساب أكيد مش أنا ولحدا غيري في يعرف اليوم إذا حزب الله رح يدخل أو لا وصرت عم بكره افتح انستاغرام فيسبوك تويتر حتى الواتساب إنه بديتدخل حزب الله أو بده نتير وبده يكي تجاوب بنعم أو لا يخي ما في نعم أو لا بس أنت سالم زهران أنت رجل معلومي أنت حزبا بيعرف وهيك شورتك عم بشرح كلها الشرح رح جاوب بالأمن بتصير أصعب الأمور صح؟ طبعا بتصير المعلومة مش متوفرة دائما رح نجي للحساب الكبير بالحساب الكبير واحد لن يتدخل حزب الله وحده إذا تدخل بس تفتح كله نجبها اثنين إذا الإسرائيلي ما الإسرائيلي شو بدي يعمل الإسرائيلي بدي يدمر غزة بدي يهجر الفلسطينيين لسينة و بدي يفوت تشتيح المقاومين اللي بيبقوا هذا السيناريو المرسوم في العقل الإسرائيلي وغير القابل للتنفيذ على الأرض لكنه في طرد بلش ينفزه شو بيتفرجوا عليهم؟ مرح يتفرجوا عليهم هلأ إذا محمد الضيف هلأ بيطلع خبر عاجل محمد الضيف يناشد السيد حسن ناصر الله تدخل بالمعركة لم نعد نحتمل بده ببلش تشتي صوريخ بس أنا عم تقول حتما رح نفت لأن هيدا السيناريو بغزة يصير بالمبتال هلأ المعلومة شو بتقول أن قيادة حماس والجهاد الإسلامي أبلغوا المحور لأنه في غرفة للمحور أبلغوا غرفة عمليات المحور نحن وحتى هذه اللحظة بألف خير ولا نحتاج إليكم بس علم أن كان في موقع في إيران دافت أنه نحن ما قلنا عليها طبعا هلأ سأجاوب عليها بل أكثر من ذلك إذا انتبهت للناطق الرسمي مبارح باسم حركة الجهاد أبو حمزي إلا قد أعددنا لهم في دول التوقي أيضا يعني كمان الفلسطينيين محضرين شيء من لبنان ومن سوريا ومن الأردن ومن مصر يمكن ما بعرف عرفت كيف أما بموضوع إيران سينا بتصير من ديون إيران لا هذه ما هي تدرج المرحلة الأولى بتجرجر الواحد أنت لأصص ما بنتو يحكيها يا خي لحوله ولا كوة ألا بالله منسكوت ولا منحك خلا بنا أسنع طفين كاميرات من الأول المرحلة الأولى غزة غزة مرحلة الثانية طفة وما يسمى عرب الداخل اللي هنه بعضهم إذا بدك عم بيحموا بس ما فاتوا بالمعركة مرحلة الثالثة الفلسطينيين من دول الطوق في فلسطينية في لبنان في فلسطينية في سوريا في فلسطينية في الأردن شيك المرحلة التي تالي عمليات أمنية نوعية لم يحسب لها الإسرائيلي حساب وهون ما بعرف شيء عن جد ما بعرف كل هالسيناريوات عم بتدل أنه نحن في حرب قوية الخطوة الأخيرة هي الحرب الكبرى اللي عاد السؤال هل هذه الحرب قوية أو حرب قصيرة الإسرائيلي راح على حكومة شراكي وطنية وحدة وطنية البدكية الأمريكي رعى هذا الاتفاق لأن الأمريكي عم يقول في هذه الحرب الطويلة لابد من حكومة شراكي لكن لكن اللي حصل أنه اليوم المعركة هي المعركة مش بس عسكرية المعركة عسكرية وأمنية وإعلامية ودبلوماسية ولهيك الإيرانية إذا بتشوف رئيسة مثل ما بايدن اتصل بنتانياهو رئيس الإيراني رئيسي اتصل بالجهاد وبحماس ورجع واسع حكي مع الأمير محمد بن سلمان حكي مع الرئيس بشار الأسد ورح تكمل الاتصالات وزير الخارجية جمعة بكرة بيكون بلبنان موجود اليوم ببغداد ورح يعمل كمان هذه الجولة وأكيد رح يلتقي بالسيد حسن نصر الله وبالرئيس بشار الأسد وبالتالي عم تتحضر العدة الدبلوماسية العسكرية مع بعضون توازي رح سير في سبق هلأ في حرب على الورقة والألام أنا شايف حرب أشهر وتقديري بتخلص 23 وبعده الإقتال شغال لكن في ملفه وحيد عم بيخلي هذه الحرب عنده أمكانية توقف هو ملف المفقودين أو الأسرة لأنه اليوم إجوا حماس والجهاد أصموا الأسرة باللغة الأسرة أسموا الأسرة لعدة أقسام إسرائيلي غير إسرائيلي وغير إسرائيلي مش إنه إسرائيلي ويحمل باسبور أمريكينا لا هيدا إسرائيلي غير إسرائيلي إنه عن جد غير إسرائيلي إنه تايلندي فيه ثلاثة تايلندي ما معهم باسبورات إسرائيلية هيدا تايلندي بتعطي معهم إسرائيلي غير إسرائيلي لأنه ملف الأجانب له طريقة كمان بالتفاوض له طريقة بالتعاطي ولهيك في بعض الدول رح ترجع تعيد حساباتها ومبارح وقت اللي طلع بايدن قال أنه يقطعون رؤوس الأطفال وتراجع ما تراجع لأنه إجا حدا ندقق له بالمكتب الإعلامي وقال له أنت عطيت معلومة غلط تراجع لأنه قالوا له في 22 اليوم أسير أمريكاني عند حماس طب انت بهذه الطريقة شو عم تعمل فيهم وبالتالي عمل خطوة تراجعية من أجل هؤلاء الأصل يعني هؤلاء دور أضغطة رح تكونوا بالمكتب المقبل إذن عندك ملف إسرائيلي غير إسرائيلي بقلب الإسرائيلي عندك عسكري وعندك مدني والعسكري النساء والرجال بيصيروا مثل بعضهم عسكر هون المدني عندك نساء وأطفال وعندك جنود إحتياط وغير جنود إحتياط ومبارح شفت الأم وطفليها اللي فلوا وبعدين رح نبلش نسمع بعض التفاصيل عن هذه العملية كمان هيدا هون بمطرح حماس وهي أول مرة بصير عم يشتغلوا على الصورة كمان عم يشتغلوا لعبة الإعلام يعني مبارح إطلاق المرأة الأسيرة وطفلة هاي لعبة أعلامية كمان هنحنا اتفقنا مع بعض أنه هاي المعركة معركة سياسية ودبلوماسية وثقفية وأعلامية بالدرجة الأولى أعلامية شفنا فيديوهات أول مرة منشوفها الصبح مثلا أنا سمعت نائبة فرنساوية عم تحكي حكي يعني نحنا ما بنحكي سمعت نائب بلجكي عم بيحكي حكي نحنا ما بنحكي حتى بقلب الأمريكية يمكن أصوات أقلب الولايات المتحدة الأمريكية لكن في أصوات إعلامية صحفية موجودة شفت مراسل أسترالي يهودي عامل موقف كتير مهم على وسائل الإعلام الأجنبية تم هاي الأصوات بدك تعطيها مادة مش هيك؟ حماسي اليوم أثبتت أنها دولة وأنها جيش وأنها قادر على إدارة كل المعركين وقربكية السلطة كمان لها حرام لكن بتزعل والله بتزعل أنا بعرف ناس بقلب السلطة فيهم كل المقاومة وكل الشرف وكل العنفوان بتزعل عليهم أنهم مش قادرين يحكوا كلمة على عكس مثلا صوت سفيرهم بلندن اللي كان عام صوت نوعي ولقلك شي صوت محترم يعني كمان منهم منحاقين أنتوا عم تسمعوا وما بتقول هيدا شخص منحاز أو هيدا شخص حزبي أو هيدا شخص ما بعرف سميل بدك يقول لا عم بيحكي بصوت العقل مش هيك؟ ولا هيك؟ على القليل يا خي بس تسألني إذا بدين عملية حماس طيب أنت بتسترجي الدين عملية أوكرانيا مثلا وزيلنسكي بروسية ما هي القواعد تنطبع على كل الناس لنرجع ناخد النقاش مطرح ما هو المعركة سوف تدحرج من طابق إلى طابق ومن درجة إلى درجة كذاب كل واحد بيقلكون حزب الله على الأكيد رح يتدخل وأكذب منه يلي بيقلكون حزب الله لن يتدخل حزب الله تارك لحاله هامش وعم براعي مصالح اللبنانيين وأما بموضوع سؤالك اللي أنا منسي أنه وقت اللي انحكى بطائرات شراعية وتسلل طلع طمن حزب الله ما يعني حزب الله يطمن ناسه ما أنت الطمأنيني أو التطمين هو نوعين مرة بتطمن ناسك ومرة بتطمن عدوك يعني وقت اللي منحكي نحنا مش شغلتي أنا طمنه لعدوه وقال له أنا ما رح شارك ما رح شارك بيأخذ إيده على الآخر بيغزة ولا شغلتي أنا كمان خوف الناس وقال له الحرب بعض ربع ساعة وحضروا حالكون أوكي بس كان يعني المشهد إذا الناس عم بيستعيدوا مشهد لألفين وستة اليوم المشهد مختلف داخليا أقل له يعني اليوم لا نفترض نحكي الأمور المهمية صار في نزوح من الجنوب أو من الضاحية إلى مناطق أخرى ما في كثير بيأحضني بسبب الخلفات السياسية قبل قبل ما فينا ننكره قبل 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 أول شي ما رح تصير فوجائية المعركة رح تشوف إنزارات دولية رح تشوف موقف إيراني موقف سوريا موقف عراقي يعني مش بقوسي رح تكون الحرب أكيب ما رح تكون بقوسي لأنه رح تكون حرب نظامية إذا بدك اثنان أنا ما بحب ينقال إنه في لبناني مش رح يساعد نازح تاني لبناني بس هدا ويا صار انفجار المرفق ببيروت وأغلب اللي تهجروا هن من أهلنا المسيحيين مش هيك في حدا نسكر الباب بوجت تاني مختلف الوضع هون لا عملنا مختلف يوم هدا انفجار حدث هدا هون انت عم بتحركيش بحرب لبناني بنقر ما في أكثر منه بنقر بس نحنا غريبين جد ساعة الجاب من رد لبناني أنا مرة كنت بندوي ببرلين قبل كورونا عملنا برمي على كل اتحاد الأوروبي بندوات كنت بندوي ببرلين عم بحكي مع الجيلي شو الوضع قالوا لي كل السنة مخانقين إلا لا يجيش لبناني يأكل كاف من واحد أجنبي مثلا شو ما كانت جنسيته بيرجوا بينصوا مشكلهم بل شو في قتل لها يعني نحنا هيك لك شفت أكثر حدا عم بقول ما بدي استقبضوا للشباب رح يفتح بيته تذكرني خوب مني وأول بيت رح يفتح هون بالأم تي في ورح تلاقي مشال المر عم بوزع مساعدات بإيده وسميته نموذج لأني قاع ببيته لبنانية ما فيك تفهمهم مثل ما هني هيك شو بيحكوا بالسانهم بدك تفوت عقلبهم في سؤال دايما بينطرح يعني من وحي اللي عم نحكيه بس ما قلوا عليه قبل الحرب بشكل مباشر بيسأل كتير لألي لأنه كمان في صداء وأكيد بيسألوا كيه ساني مزاران وين بيجيب معلوماته هيدا السؤال كتير بينسأل أنا بعرف أول شيء أنت استاذنا والمعلومة لا أنا جد بقوله على هو أنت بموضوع المهني استنزب كل معنى الكلمة بعدين مجوز تسعة وعشر سني يعني عندك سنة وتنخذ إفراج يكون خلصت المؤبد حتى بهذه سابقنا لا يبقى قبل في سنة الجنية أقل تسعة وشر مسترين اسمعي المعلومة حسب وين يعني إذا فيه بمجلس النواب عم بيناقشوا بالموازنة هي أكبر غلط الصحفي يخبر مصدر معلومته مثل الواحد بيخبر بالحرب وين مخبص وريخه يعني مسأل افترضنا النقاش ما فيه ما يحر طب كمل افترضنا النقاش إلو علاقة بالموازنة أنه بتتصل بالحج وفيق صفا اسأله أو بالأخينا الحج أبو حسن محمد رعد بدقل أبراهيم كانعان أستاذ إبراهيم كانعان ووزير المالية اللي بيكون بوقته يعني إذا كان الحج علي حسن خليل بدقل الحج علي حسن خليل وبتذكر أنا في مرة كان فيه نقاش بالموازنة التقيت بقعدة مع استاذ إبراهيم كانعان ومع الحج علي حسن خليل بوزارة المالية وطبعاً غلطت وخبرتك أنا عملتك بوش عاجل جيت وقت من هونيك لعدة على الأدغر شو بضي خبرك بوش عاجل ما ضل حدا من البنين ما عارف فيها وقعت أربع ساعات اسمع النقاش لحتى قدرت كونت حلقة مع حضرتك حكينا فيه عن الوزن بس هوده هلأ مثل رح أعطي مثل تاني ما رح أهرب جيت أنت عمل في النفط وهلأ اليوم فيه سؤال هل تطال وإني والقطر للغاز وقفوا أو رح يوقفوا التنقيب شو مين بروح بسأل بروح بسأل وليد فياد بروح بسأل المتعاهدين صلحت انتويه له وليد فياد لا صلاحين دائما أم وليد بتجمعنا زالت مورا كمين ورا حلق معي زالت معا أنت ما شاء الله عليك أول شي وليد شغيل وليد أبا ضاي وليد جزء من اللي نحن وصلنا له شوي بموضوع إنارة الكهرباء وشوي بموضوع الغاز له علاقة بوليد فياد لا لو واحد بيطلع خلقه بيطلع خلقه لكن وليد منه حرامة وكل اللي بيحكوا عنه ما في واحد بقول عنه حرامة وليد يمكن مشكلته لازم يكون وزير بالسواد بالدنمارك بالنروج لأنه معلم صح بيتصرف صح بلد تركيبته منه صح ويخفف شوي هؤالفيديوهات المتكرة السيتان علي نحنا تركيبته هاك ونحنا تركيبتنا مختلفة نحنا مجتمع بيعيش حياتين حيات بالسر حيات بالعلن هو متصالح مع حاله عجنا امواليب بتمون علي وعليه تنيناتنا فاتصالحنا مثل الشطرين يعني اما مثلا تجي للموضوع الأمني الموضوع الأمني مين بيسأل نوال الزغبة اختي نوال وحبيبتي بس ما بيسأله بسأله بسأله بموضوع الفني يواء الكفوري كمان صديقي بسأله موضوع الأمني عندك طار تسأله الله تعرفت فليكل مقام مقال بالموضوع السوري مين بيسأل يعني حاج وفيه عن شو بتسأله أمن وسياسي أمن وسياسي بل كل شي لا اقتصاد لا جد بس هو حاج وفيه بعرف يعني علاقتك فيه بسوة هلأ مثلا بالموضوع اللي عم بصير بجنوب بيعرف ما بسأله والله ما بتبه أول شي إذا أنت عم تحكي عم تحكي على التليفون فهي التليفون امرأب تاني شي لا هو إذا بيعرف بيخبرني ولا أنا بسمح لحالي أسأل أسرار بس بتحكي واتساب الواتساب مرأب كله مرأب حتى بلبنان سورة عم بيقدر يرأبه مشين ما تنغاش يعني هلأ مش واصل للنسوان وإلا خربان بيوت وإلا الأجهز يواصل بس أنه أنت قال لك شو بتسأل أنت مثلا بيصير إطلاق خبر على قناة التاني عشر وقناة التاني عشر هيقتها مثل بعض الوسائل الألمية عنها أنه 15 كذا بتسأل هوني بتسأل الرجال الأمن بتسأل المخبرات بتسأل الأمن العام بتسأل أمن الدولة بتسأل مشاك بتسألهم أنه مظبوط ولا مش مظبوط لأنه هاي شغلة ما بتتخبى يعني مش عملية التسلول عملية التسلول فيهم ما يعرفوا فيهم بس أنه 15 طائرة الشراعية تبات شراعية شي بس هوا دي كل اللي زاكرتون بكل الأمثلة توصلت لهم هاي أخذت في جهد في مشوار طبعا هاي الصحافي شو صحافي بيراكم بتعرفها منك بتعرفها كل واحد من الزملاء والأسادزة أنت بتراكم المعلومة والعلاقة بتراكم العلاقات بتذكر أنا يمكن ما بحرف وين بحرف إذا أندي بس أنه عملنا ندوي مرة من كم سنة يعني بأحدى الجماعات يا لبنانية أندي عن موضوع العلاقة بين المصدر وبين الإعلامة والمصدر فيكون أنا مخبر قصة ملف الرئيس ميشيل سليمان والباسبورات المزورة يوم هلأ صار فيه أحكي لأنه تقاعد من الوظيفة يوم شاب بيصور بوزارة العدل الوراء عطوا يصور الوراء صورها المصدر مش شرط يعني أنت بموضوع جنوب فيكون المصدر شخص بيت وقاعد هونيك يشوف العملية حامل التليفون المصدر بيكون المصدر مهم بس أنت بتقلي الواحد كي عم بيضيفهم القهوة طيب فالمصدر فيكون مهم وأنا ما بحب كلمة المهم لا لأنه في كتير ناس مسؤولين بمنصب بموقع ناس مسؤولين مش مهمين لأنه تفهين المنصب عملهم بني قدمين في ناس مهمين يمكن يكون شفير تاكسي كتير مهم لأنه أعلم ثلاثة أولاد عمدوا أن أطبه بعرف حدا شو أهم منه عظيم لك أنا أمي أمي يا رجل لا بتقرأ ولا بتكتب كانت تسمعلي أنا وصغير بعدين تبهت كيف كنت تصلحيلي إذا ما بتعرفي عرفت شو في أهم منه ما في أهم منه اليوم الأمن أولوية صار فجل بطل فيه رئاسة وبطل فيه دولار لا هو بالأساس ما كان موضوع الرئاسي أولوية بس أنت كيف بتعبي هالجرائد كيف بتعبي وسائل الأعلام ولكننا عم نهرب من الحلقة عم نهرب من الحلقة لأنه جاد شو بدي أحكي علكة يعني علكة هي ذاتة عال هي ذاتة بس بالأمن أولوية هذا الشي بيعني أنه التمديد لقائد الجيش أو ما أعلم على بعض هلا هوم نيجي على المعلومة تمديد لقائد الجيش فيه حراكين عم بسيروا فيه حراك عم بيقوم فيه الأستاذ وليد جملاط وتواصل عبر نائبه عبر النائب عفوا يعني الأستاذ وقل بوفعور مع وزير الدفاع وقال له أنه نحن بحاجة نعين رئيس الأركين ليستلم إيادة الجيش لأنه مثل العادي الأنوم بلبنان هو كمان بنقصمه على لبنانية فيه رأيين فيه رأي بيقول بس في القائد الجيش حسرا الصلاحية تنتقل إلى رئيس الأركين مثل ما صار بعدة محطة وفيه رأي تاني قانوني معد ومحضر بيقول الضابط الأعلى ردبة وهو بيكون اللواء بير صعب وكل رأي القانوني عنده دعمه بالسياسي الرأي القانوني اللي بيقول بيستلم رئيس الأركين حسرا عنده دعمه من الأستاذ وليد جملاط كونه هذا المركز درزي الرأي اللي بيقول بيستلم اللواء بير صعب عنده دعمه من جبران بسيل كونه هذا المركز مسيحي حكي استاذ وائل بفعور مع وزير الدفاع طبعا باسم الاستاذ والي جملاط وقال له نحن بدنا عين رئيس الأركين وجاوبه بالرفض لأنه لتعين رئيس الأركين بدك اكتراح وزير الدفاع ليقدم في مجلس الوزار وزير مع بيشارك في الجلسة وزير مش عم بيشارك والبديل عن الوزير في المرسوم في حال تعثر وجوده أو غيابه أو سفره هو وزير العدل صديقنا الرئيس أونري خور اللي كمان ما عم بيشارك قال لا السفيرة الأمريكية يا استاذ داني التقت منذ 12 يوم اللي يمكن صاروا 13 مع اليوم كمان بوزير الدفاع وطلبت منه تعيين رئيس الأركين وأجاب أنه حاضر إذا توفر شرط تعيين مجلس عسكري كامل على رأسه قائد الجيش وهون عملت حسابات جديدة لأسه لأنه في رأي وازن بيقول تعيين قائد الجيش هو من أهم صلاحيات رئيس الجمهورية والضباط الموارنة الموجودين اللي عندهم إمكانية تعيينهم أي جيش كلهم صغير بالعمر إذا ما في واحد تعيينه في البعض أربع خمسة شهر بده يعقود بده يعقود سنين طويلة وبالتالي هيدا معركشة الرئيس بره بتعرف لعيب قال له لقائد الجيش أنا مع التمديد لكن لما اتدد لك بدك تعمل اكتراح عنون وبدك تفتح مجلس النواب بده يجيب القوات والمعارضين مع بشير ولا عنده إذا راحوا القوات عالجلسة أكلوا الضرب لا بده يحط لهم شي عشرين باند بيجدوا شو بيقل له هيدا كامتو دادي كامتو دادي عم بده الرئيس بره كامتو دادي للقوات تعيين هرتو درتو بدكون يا خي أنا بدي تعيين وبالتالي بتعترفوا إنه مجلس النواب شرعي وله حق الشريع طيب هذا الباب إيش أحدا يقول بنعمل فتوى إعلان حالة الطوارئ وإذا تم إعلان حالة الطوارئ بالتالي من خلالها بيبقى قائد الجيش موجود لكن هالفتوى مش كتير عم تزبط لأنه كمان بده تمر عبر وزير الدفاع السؤال هو قبل عشرة واحد هل يخرج موقف من البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية يقول سوف نوقف دعمنا للجيش اللبناني في حال استلم فلان ممكن يصير أنا لا أمتلك الجواب أم هل بالعكس بيجي الأمريكي يقول علاقتنا بالمؤسف سي العسكرية يعلقها ثابتة بغض النظر من هو الشخص بده يستلم لأنه هاي الجيش اليوم مساعداته المادية والعسكرية واللوجستية هي أمريكانية غربية بكل هك اليوم الضابط اللي بده يستلم مش جاي بغطاء سياسي كبير يعني ما في رأي الجمهورية وراه ومجلس وزارة وراه جاي بحكم الاستمرارية ما بدك كيف وليش مش ممكن يأثر وإذا سؤال مشروع ما حبتنا للواء صعب مش ممكن يأثر ع وضع الجيش في ضباط ما يلتزمه بأوامره نعم أول شيء الضباط أكيد راح يلتزمه بأوامر قائب مما كان وبالعسكر أنا خدمت الجيش ما بعرف إذا أنت خدمت بالعسكر يتقدم أججعهم يعني بس تكون بمعركة ويموت الضابط لسمح الله الأججع يدير المعركة أولا بتكون رتبته حتى أقل من رتبة بعض الموجودين إذا جبنه أو إذا خافه أنا ما بحب كتير بلغص مش هملاقي كلمة بموضوع العسكر والجيش لأن الجيش هو الخميري يلي نحنا ما نخبيها وقت يلي عن جدة بيحتاج للوطن لكن نعم في الجيش اللبناني لا العماد جوزيف عون ولا أحد في هذا العالم يعلم ماذا سيجري في 11 واحد جبران باسيل لا يريد التمديد ويريد أن يستلم الضابط المسيحي لأعلى رتبة وهون بيكون الكوتالي لواء بيار صعب وزير الدفاع اقترح على السفير الأمريكي تعيين مجلس عسكرية كامل على رأسه قائد جيش الرئيس بيري قال له أنه أنا حاضر نعمل اقتراح عنون بالتمديد لكن هذا بيحتاج القوات يحضروا الجلسة يكونوا جبران باسيل ما بده حزب الله عم يقول بثلاثة ما عندي مشكل سريعا قال لك علاقة الطيار والحزب متوقفة حاليا متواصلة متواصلة عم بيقعدوا نائب جبران باسيل والحجو فيه عم بيقعدوا نحن بيقعدوا من أسوات قصد غزة أكيد بس قبل بس غزة صالة كم يوم ما وصلوا لمطرح كأنه أنا قلت معك أو مع حداً تاني من الزملاء أنه وش 30 سنة بتخلص يا رصة ما جبران باسيل قدر جر القطريين عمل عبو صراحة وهو الخيار الثالث ومن أول يوم كان جبران باسيل عم بيقول الخيار الثالث حزب الله بعده بالخيار الأول إسلاماني فرنجي قشت الحرب حطت كل الاستحقاق الرئاسي في الثلاجي وهناك قرار عند حزب الله اليوم بعدم النقاش في مسألة الرئاسي لأنه بتعمل انقسام داخلي بينما أنت بحاجة اليوم ترمم الجبهة الداخلية بس ممكن هذه الحرب بكرة تترجم رئيسياً أو ما إلا عليها برأيي لا لأنه مثل إذا أنت عطيته لابنك قالت له هذه سبيك الدهب كيلو تجي السبيكة كيلو مش هيك وقالت له رح اشتري علكي من دكان ما فيك تصرفها طوفان الأقصى حساب كبير جداً لا يمكن صرفه في الضروب اللبناني أبداً بصديقك وصديقنا ليس البيسري أو أي حداً من الثالث لأنه إذا أنت عم تقول الصف الأول ما في صف الأول عم تحكي جع جع جبران سليمان سامي إذا أنت عم تقول الصف الثاني اللي هني حزبيين ما في يعني إبراهيم كان عام ما في يعني يعني مش هيك بدأك تروع الصف الثالث هل هل الموظفين الموظفين إنه يا قائد الجيش يا مدير عام الأمن العام بالوكالي يا صفر السبعين والسبعين يا ممشي إجا قال أنا يا خي بمشي بأي حالة واحد من اللي بدكم ورحنا بكرة بدنا نشكل حكومة جبنا زمطنا بسبعين صوت بخمسة وستين صوت جي بدك تشكل حكومة من 24 12 مسلمين هينين اثنين دروز بقى خمسة بخمسة مسيحيين مسيحيين منهم بتجيبون أعطيتوا لرئيس الجمهورية المقطوع من شجرة لأنه نحنا بس ننزل على الصف الثالث ومقطوع من شجرة لأنه ما عنده ولا نائب يعني ما عنده كتلة برلمانية بدك تعطيه وزيران ثلاثة علامة بدك تعطيه وزيران ماكسيموم وبالعادة بيعطوه السياديين يعني بيعطوه الخارجية والدفاع والدفاع واحد أرثوديكسي واحد مروني طلع عشر مسيحيين أعطيت سليمين اثنين شو بتعمل بثماني وكيف بتجيب لون السقه بدك تروع عن جبران باسيل أو عند سمير جعجع سمير جعجع عم بيقول ما بشارك أنا وسامي جميل والمعارضة بحكومة فيها حزب والله بدك تروع عن جبران هل الواقع الإقليمي وهل الحسابات اللبنانية تسمح بتشكيل حكومة جبران بسي لديه فيها ثمن وزراء مسيحيين لا بالمبسط طيب واخدت السقه واشتع الحفة وفاتوا بقرع ملف النزحين وقال له جبران بدي هيك وقال له له ليك بدي هيك وبطل يعني بتنتهي وليتها المجلس وممتقي برئيس هاد أحكمات ماشي بجي برئيس بتعلقوا صورة على الحيط وبصير كل يوم والصباح بيشرب قهوة واستقبل وودع لا نحن بحاجة اليوم إلى صياغة حكم مش هلعون كيف ألع أول سنتين سعد الحريني وسامير جعجع وحزب أمل وحركة أمل والاشتراكي وصديقنا وصديقك المير طلال كلهم كانوا على الطاولة بدك تقلع بالحكم هيك بدي يكون حكمة مقلع بخمسة وستين صوت بيخلص بعشرة ما بتصير ما أنت بتقلع بمية تلتوصل إلى الخمسة وستين لا حرام 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 سليمرا حيرجع كما على الموضوع الشخصي انت حدا اشتغلها حالو كنت ببدايتك ضيف بالإعلام ضيف مشاغيب ضيف بتعمل مشكل لا أولا أنا أنا ببداياتي كنت بإذاعة صوت الحرية وبجريدة السفير بصفحة صوت وصورة واتنينهم قالوا مفضلة علي وركمت هذه البدايات الإذاعية والصحفية لحد ما بالصطفة بالصطفة طلعنا حلقة على فرانس بانكاتر ممكن إنالي بيعرفوها وهيدا الحلقة هي اللي غيرت كل اللعبة لفتت نظر عليك صرت بس صرت تطلع كنت ضيف المشاغيب ضيف بحطه حدا قبالك بتخبطه بعد اوكي تحولت إلى ضيف معلومي نعم كنت شايف هذا المشوار أو الأشياء صارت بالصطفة بتكشف سر يلا كنت قاصد عن عمد أنا شخصيتي من جوا وهي شخصيتي الحالية لكن بقلبها العجقة لتلفط النظر كنت بحاجة لك باي بمي وشي كفين لفت النظر إجوا الناس أخدتهم على اللي بدك تاخدهم عني أنت بتعرفني داني أنا على القليلة بالأسبوع بقرأ كتاب يعني مني فاضي وعيبة واحد يحكي عن حاله وحتى هلأ صرت تجنب أو ترفض تطلع مع حدا تاني لا ما بدك تشارع أخوصا إذا حدا ضدك بالسياسة كل يوم بنعارض علي ميات الحلقات ما بطلع لأنه أنا مني شايف حالي اليوم بحالة انقسام أبيض وأسود مش هيك لأنه هاي النقاش ما بوصل أنت عندك لون بالسياسة واضح ولكن أنت بتوصل مع الكل يعني أنت عندك علاقات مع القوات اللبنانية عندك مع الطيارة الحر مع الكتائب مع الكل لبناني أصلا ما بتكون لبناني أزلما أعمنت بكل بكل مكونات شعبك وهلأ عم إلا كيد الحاكم ما بيقلع ليكون القوات وحزب الله والتيارة عن نفس الطاولة وطلت كنت قابل بالبدايات كنت تستفز جمهور القوات هلأ بفتكر ما بتستفزوا يعني بصدر بيتقبلوك لأ رحت على المعلومة أكتر أكتر جملي بحبها هي وقا بكون مع الولاد بمطرح بالسينمابي أو أنت طالع على التيارة تقريبا أغلب اللي بيجوا بيسلموا بيقلك نحن ضدك بالسياسة بس أنه من احترق أو من حبك أو من احترمك لا يا حلوة بصراحة داني لو من أول نهار طلعت مثل ما أنا يمكن ما كنت لفضت النظر أنا أعترف أنني تعمت كل تلك الإشكالات في المرحلة الأولى لأنني كنت أدرك أن هذا الجمهور لن يلتفت إلى هذا الصوت إلا عبر الضجيج وأنا جاي من صوت وصورة وقت اللي حكيت عن صوت وصورة أنا شغلتي كنت أكتب وإنتقل سينما ومسرح وفيزيون وراديو سو لا كانت مقصودة ذكرت أولادك علي وطاها أني قطيت ضعفك الأكبر بالحياة يخيب لك سأل سؤل الرسول الأكرم محمد ومنه من أحب أولادك لألك قال لهم الصغير اللي يكبر والمريض اللي يشفى والمسافر اللي يرجع هلأ بشراحة بس يمرد حدا منهم بصير نقطة ضعفة هلأ والدتي مريضة وعندها عملية بالقلب هالأيام اللي جاية بس الحمد لله إن شاء الله أنه عم تقطع مور منيحة تكتشف بلحظة أنه أمك إيه كل شي يعني حتى أولادك بصيره شو علمت أمك بالحياة قالت لك أنا أمي مرأ أمي كانت تسمع لي عرفت شو وتسمع لي بالعربي وباللغات يعني مش إنه بالماثة بعدين اكتشفت بس كبرت أنه هي أم هي فما في شوف الأم هي برأي برات السبق ابنك فيك تخلف غيره أمك مره بتخلفك عطلين همه هلأ قبل العملية لك عطلين هم حالي لأني ما بيحمل زعلي عليها بس منيحة شو بك تقول له هلأ شي هيك تسمعوا منك قبل هالعملية وتروحك على عملية مرتاحة مش البطارية بتمشي القلب وبتعطيك أهرباء الله هو الدولي كبير دمعت لك خلص حلعاً هنا لأنا عندي أنت شغلتك هالشغلة هوية بكيك مش أول مرة بكيك على كلها حلقة كانت شاملة أكيد اتغل موضوع الفلسطيني عليها بس أكيد طرقنا وهذه مش آخر مرة نرجع نشوفك بهذا السوديو تحديداً أنا بالأم تيفي بيتي ولا مرة شعرت أني غريب ولا مرة حتى انطلب مني شي ما أحكيه وشي أحكيه وهي التجربة عمره سنين وراح يبقى بيته ولو أنتو غيرتوا رأيكم لا بالأكيد أكيد هذا بيتك دائماً ضيف محبب غبنا بوقت بصراحة لأنه كل النقاش بتطلع أنه سليماني فرانجي شو رأيك بيعمل رئيس أو لا جبران بسيق يا خيمة هولي مش هيك النقاش النقاش بغير مطرح وكل اللي كنتو عم تسمعوه كان تضيع وقت إيش تلحظت الحقيقة المنطقة ذاهبة إلى مواجهة بقلب هاي المواجهة ما بتعمل رئيس جمهورية طيب انفجر الصاعق اللي كان افتيله مشتعل وبالتالي نعم نحن بحاجة هلأ مبرد وأنا بصراحة بقول لللبنانيين في اليوم أكتر من ملف بحاجة تركيزي عليهم واحد الغاز لأنه أني تليانية عرضت بيح حصته وأنا بخاف أنه يوقف هيدا الموضوع خاصة أنه اليوم الإسرائيلي عم بوقف تنقيب بمهيلته ونحن بتتذكر إلنا أنتو عم تنقبون إحنا من نقب إذا هو وقف بصير إثنان أنه اليوم مصر في لبنان لقطة لللعبة على الأد يعني بلاحظة بتفلت منه إن شاء الله ما رح تفلت كمان هيدا بيضلوا لواحد عينوا عليها ثلاثة إنوك يا أخي هول التجار مش معاورين يا زلمي بيطلع الدولار بيغلي بينزل الدولار هلأ في حرب بيغلي يا أخي بابا ما بلشت الحرب في طرد ما رح تبلي لا زكرت في البنان هون بين هلالين وين رياض سلامي ببيروت معا هلأ شو أنت بصدق ما بيعرفه وين لا ببيروت طول الملف وعنده مواكبة أمنية معروفة من مين يعني علق مثل مثل طرق البطار فاتوا بنفس التنال يعني فاتوا بنفس التنال بس رياض سلامي أخذ العقوب الأقصى اللي هي العقوبات ومصدرة الأموال يعني شو بعد فيه شاي شكرا لك سلم زاران يعني رح أرجع بتلك يعني شوفك بحلقة تانية هيك ويكون فيها أمور شخصية هيك مبلشة بمبارك ما عملت خلاك ببيني لهم شغلة للمشاهدين شكرا لك سلم زاران شكرا اشتركوا في القناة شكرا